الكابتن فاتحي نصير حضرتك بتتفق ولا بتختلف مع وجهة النظر دي لنحن لا لازم الاعتماد على اللعيبة بشكل أساسي في الفترة اللي جاية وإحنا عندنا مباراة مهمة ولا لا الفترة دي خلاص انت أخدت نفس كبير ويعني ممكن تجرب الناشئين يتم الدفع بيهم تجربهم المميز فيهم تبدأ تطلعوا بعد كده بشكل تدريجي في المباراة الكبيرة احنا اتفقنا أن فيه هدف اللي هي بطولة أفريقيا نلعب مع الوداد الوداد دلوقتي لسه عنده مباراة فما عندهش وقت يحضر نفسه لأفريقيا غير بيعتمد على المباراة أو بيحضر المباراة بيتحضروا بس كابتن هاني هو ما يقدرش يحضر نفسي لأفريقيا ما يقدرش يحضر خططي لأفريقيا لأنه عنده حاجات تانية عشان أودع أو بلعب مباراة بعمل لها طريقة لعب بعمل لها خطة بناء على الفرق اللي هلعبها فهو مش هلقى الأهل هناك فهتلاقي بيلعب والدنيا سرقاه كل تفكيره وكل تركيزه في المباراة اللي عنده فبيعد بذنيه وبيعد مهاري بيعد خططي بيعد نفسي للمسابقة اللي هو لسه فيها أما النادي الأهلي مسابقة خرصة فإذا عندنا وقت إننا نفكر كمدرب إننا نعدي لعبت دلوقتي مين دلوقتي؟ الإعداد النفسي المزبوط طويل آه طويل بعد شهر ماشي ممكن أعد هو مش هعد نفسي الليلتر مباراة هو إعداد نفسي طويل المدى إنه هو بحضر اللعيبة من دلوقتي اللي هو مش حول الشحن بقول إعداد نفسي تحضير اللي هو يعني فيه عملية إعداد نفسي متدرجة متدرجة لإنه إحنا عندنا عندنا لكن النقطة اللي بتكلم فيها كابتن فاتح والكابتن عادل اللي تكلم فيها كابتن عادل بتكلم إنه له وقت دلوقتي لولد ناشئ أم أنا جاي آه يعني يا حضرات في الجزء ده وكمان فيه نقطة فيه ناس كمان عايزة تتجاهز يعني العيبة راجعة من الإصابة مثلا كهرابا حسين الشحات وغدين فترات راحة كتير بسبب الإصابة فممكن وارد جدا إن التجهيز البدني من خلال من خلال متشاط يبقى الجزء النفسي ده ده مهم أكيد طيب نخش بقى على الجزء أنت مش هتعب نفسي بس أنا بلعب بدني لازم أكون بدني واللي ما عندهش بدني مش هده أريد مهارة صحيح فأيزا لازم أعد بدني ومهاري للعابين اللي هم بعد عند الملعب وأساسيين عندي طبعا اللعيبة المتميزة عندي يعني زي ما فهربوا حسين الشحات اللعيبة اللي هم لسه يعني مش حول ما نضجوش اللي هم أنا عايز أزود عندي وقت إن أنا أصلح فيهم أخطاء إنت دلوقتي اللعبت الدوري بين المباراة والمباراة 72 ساعة أو 48 ساعة في ماتشات 48 ساعة المدرب ما عندهش وقت يقدر يعالج عيوب اللعيبة في الوقت ده أو يصلح من أخطاءهم أو يحفظهم حاجة غير نظري يقدر يكلمهم كده لكن ما يقدرش يحفظهم حاجة عملي فأنا عايز دلوقتي الوقت ده إن أنا هحفظ اللعيبة عملي هشتغل معهم عملي خططي هشتغل معهم بدني هشتغل معهم هتقول لي ده مفروض أنا في إجهاد وفرق بين الإجهاد وفرق إن أنا التعامل البدني إن أنا بعمله الاسترخاء وريكابر والاستشفى بحيث أخليه في قمة النضج الكروي أو في الطب فرم بتاعته إمتى في شهر اللي هو في أكتوبر اللي هو قبل البطولة قبل البطولة قبل البطولة ده كله تفكيري طب إزاي بقى أنا أعملها في لعيبة مثلا عايزة زوج لها شوية هلعب لهم الماتشين أو أدي له سبعة أيام يعني يبقى يلعب ماتش وفاول ماتش ويلعب تاني عشان يحس بالبطولة كل الحاجات دي بتتعامل إزاي يبقى يبقى أنا بعد بدني أنا بعد نفسي أهم حاجة نفسي أهم حاجة ثم المهاري الحاجات اللي أنا بعملها عشان أجهزه للنواحي الخططية اللي أنا هعملها هو أكيد في جماغه دلوقتي خطة اللعب اللي هيلعب بيها هينتقي منهم مش هيقدر يقول أنا عايزة ألعب بطريقة كذا إلا بنعلى على اللعيبة اللي عنده هل هتقدر تنفذله الكلام ده ولا لا فهو هيشوف اللعيبة اللي عنده وإيه الطريقة اللي تتناسب مع إمكانية اللعيبة دي